بالفن يمكن أن نعبر عما يدور وننقل معاناة البشر هذا ما يسعى أحد اللاجئين الأفغان لإنجازه عبر أعماله الفنية مراد شريفي لاجئ من أفغانستان يعمل في متجر كباب ويعيش في مأوى المشردين في ضواحي بودابست بالمجر تمتلئ غرفته الصغيرة بعشرة اللوحات التي تصور عالما ملونا لكنه ينذر بالسوء لنساء أفغانيات يرتدين البرقع ويحيط بهن رجال مسلحون من واجب إظهار الاضطهاد الذي تواجه النساء في وطن لقد جذبت للرسم للتعبير عن ألام المرأة ومشاعر الخاصة فر شريفي إلى المجر خلال موجة الهجرة عام 2015 مع عشرات الألاف من طالب اللجوء الآخرين وتقدم أعماله معاناة النساء ويأمل أن يصل بفكرته للعالم كله لرفع المعاناة عن نساء أفغانستان تعرض لوحاته الآن في قاعة في بودابست مع أعمال فنية لثلاثة لاجئين آخرين في بلد يحكم فيه الرجال على النساء تحرم المرأة من حقها حتى في التحدث بحرية أتوقع أن تختفي النساء ببطء خلف جدران منازلهم بينما وعدت طالبان بالسماح للمرأة بالمزيد من الحريات منذ أن كانت آخر مرة في السلطة قبل عشرين عاماً فقد أعادت حتى الآن فتح المدارس ومعظم أماكن العمل ولكن للرجال والفتيان فقط ترجمة نانسي قنقر